من حقل الموضة والأزياء ودعاء الشروف نستكمل حلقتنا لليوم وأيضا إلى حقل آخر متخصص الثقافة والأدب حاضرة معنا بحلقتنا لليوم تحديدا نتحدث عن مهرجان الرمث الثقافي السابع عشر أمور عديدة نتحدث عن الأعوام السابقة استمرارية استدامة أيضا بهذه الفعاليات الثقافية والأدبية اسمحوا لي أعزائنا المشاهدين أن أرحب بضيوفي الكرام وأبدأ من خلال ضيفنا الكريم الأستاذ راشد بن عبد الله بن سعد النابت الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية هنا بالمملكة الأردنية الهاشمية رئيس مجلس المستشارين والملحقين الثقافيين العرب بالمملكة الأردنية الهاشمية أسعد الله صباحك بكل الخير أستاذنا الفاضل صباح الخير أحييك أخي مقحم وأحيي الجمهور الأردني الكريم حقيقة أود أن أشيد بمنتدى الرمثة الثقافي الذي تبنى هذه المهرجانات الشعرية السنوية منذ عام 1994 رغم قلة الموارد حيث أنها جمعية يقوم بها عدد من المفكرين والأدباء بدون أي دعم أعتقد حقيقة هذا ينم على وعيهم الكبير بأهمية الشعر في استقطاب الجمهور لأنه هو من أفضل أبواب الشعر التي يحبها الجمهور ويعشقها ويطلقها سنتحدث أكيد عن الحالة الشعرية حقيقة من خلال الأمسيات والفعاليات القادمة اسمح لساعتك وأساد المشاهدين أيضا أن أرحب برئيس منتدى الرمثة الثقافي دكتور محمد الزعبي أيضا حاضر معنا بهذه الصباحة دكتور أسعد الله صباحك أسعد الله صباحكم وحياكم الله وبداية نشكر التلفزيون الأردني على إتاحة هذه الفرصة من أجل الحديث بشأن ثقافي هام في البدء ثم أشكر سعادة الملحق الأستاذ راشد على هذه التقدمة التي تنم أيضا عن تلمس الحس الشعري والحس الأدبي والهم جميل سنتحدث الآن بشكل متخصص عن الحالة الشعرية والثقافية والأدبي لكن اسمح لي سعادة الأستاذ راشد أن نتحدث عن العلاقات الوطيدة التاريخية ضاربة الجذور ما بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية أيضا بجوانب وقطاعات متعددة نتحدث الآن عن الفضاء والجانب الثقافي والأدبي وقد يكون هذا المنتدى هو أحد النتائج أيضا العلاقات الوطيدة بما يتعلق بالثقافة والأدب والشعر العلاقة بين المملكتين قديمة ولها جذور وأيضا هناك القيادتين الحكيمتين في البلدين يدفعون بهذه العلاقة إلى أعلى المستويات في جميع المجالات عموما وهذا المجال الثقافي والشعري الذي تبنته لهذا العام السفارة السعودية ممثلة في شخص سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة الأردنية الهاشمية وإدراكا منه بأهمية تنمية العلاقات وتوطيدها بين الشعبين وبين الحكومتين في الدولة الأردنية الشقيقة حقيقة وهي أقرب لنا سواء جغرافيا أو حتى دما ولسانا وأتمنى أن يكون هذا انطلاقا للعلاقات في هذا المجال الثقافي والشعري هنا نتحدث عن الاستمرارية عن الاستدامة الحالة الوجدانية التقارب نتحدث عن علاقات حميمية أيضا ما بين المملكتين والقيادتين الحكيمتين أيضا نذهب الآن إلى محافظة إربد تحديدا لواء الرمثة ومنتدى الرمثة الثقافية والمهرجان السابع عشر الذي سينطلق مطلع الشهر المقبل نتحدث عن الأمسيات عن الفعاليات من خلالك دكتور إن شاء الله منتدى الرمثة الثقافية هيئة عمل تطوعي تأسس عام 87 وليس ببعيد بعد التأسيس بسنة 94 بدأ بتنظيم مهرجان الرمثة للشعر العربي وكان الأسس فيه يبنى على القومية والوطنية القومية في مشاركة شعراء من الدول العربية كافة والوطنية بنقل أمسيات المهرجان عبر مدن الوطن جولة سياحية ثقافية أدبية شعرية ينتقل الشعراء إلى جماهير الشعر أينما كانوا وأينما حلوا هذه الاستمرارية وهذه الفكرة في إقامة مثل هذا المهرجان الشعري المتخصص في الشعر الفصيح كانت من أجل أولا مبنية على أن الشعر ديوان العرب ونحن نعرف من بدايات التشكل الأمة العربية قبل الإسلام كان التحدي الصارخ والكبير الذي كان في الشعر ومتحدث باسم القبيلة وباسم العشيرة كان هو الشعر لسان القوم تبعهم فنحن أيضا مسيرة على هذا النهج لأن الشعر يؤرخ ويؤسس لحالة ثقافية مميزة من خلال إبداعات الشعراء وهذه الصور البديعة والبليغة ويصورون الواقع الحقيقي لشعوبنا ولأمتنا بشكل أدبي راقي جميل ساعتك تحدثت من خلال التقدمة وأشدت أيضا بمنتدى الرمث الثقافي وهذا المهرجان أنه بدأ بإمكانيات متواضعة حقيقة الآن في رعاية حقيقية وفي دعم مستمر من القطاعات المختلفة من السفرات أيضا بشكل مباشر كيف تبلورت الفكرة لديكم حقيقة لأن تكونوا حاضنة وأن تكونوا داعمون لهذا المنتدى وهذا المهرجان حقيقة سمو الأمير خالد سفير المملكة العربية السعودية في الأردن حقيقة دائما يضع الأردن دائما نصب عينيه ودائما يحضنا دائما إلى مراعاة مصالح الأردن كما نراعي مصالح المملكة العربية السعودية ولوعي سموه أن الشعر بكل ما يعنيه من أبواب وأغراض تساعد على تعميق الهوية الوطنية وإعلاء القيم الأخلاقية الحميدة وذم القيم الدنيئة وتشكيل الفخر والاعتزاز بالوطن وحب الشعب عموما في كل بلد لهذا النمط من الأدب هو ما يجعل الشعر هذا قريب إلى الشعب وينمي فيه حب الوطن ولذلك الأمير تبنى هذا الدعم لدعم الأردن وشعبه وتقوية هذا الأردن في كل المجالات سعدتك أنا بدي أشكرك دكتور أيضا نحن نتمنى لكم التوفيق هي إضاءة صباحية عبر شاشة الوطن الأولى شاشة التلفزيون الأردني بيوم جديد نتمنى لكم التوفيق وكما أقول لضيوفي الكرام لن أقول وداعا لا بل لقاء سيكون لنا تواصل مباشر حال انطلاق المهرجان أيضا من خلال الفعاليات والأمسيات الأدبية والشعرية وقد يكون أيضا ما بعد انتهاء المهرجان أنا بدي أشكر ضيوفي الكرام هنا داخل السوديوهات التلفزيون الأردني الدكتور محمد الزعبي رئيس منتدى الرمثة الثقافي وأيضا المهرجان نتمنى له التوفيق وأيضا أينما يكون الإنجاز ستكون هذه الشاشة حاضرة ستكون معكم شاشة التلفزيون الأردني سعادة الأستاذ راشد بن عبدالله بن سعد النابت الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية رئيس مجلس المستشارين والملحقين الثقافيين العرب